بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى ان عرض موعدنا في السبت الجميل بيكون موعدنا مع اصحاب السعادة واحنا اصحاب السعادة ماشيين في رحلة التمهير التمهير الزواجي ان يبقى عندنا مهارات عارفين فايدة المهارات ايه؟ فايدة المهارات ان هي بتدخل على البيوت السعادة من اوسع الابواب اللي هو ايه الباب دوت اللي هو باب الاتزان وعشان كده المهارة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة مهارة اذا خل منها بيت بشرط انها تكون متزنة البيت دوت ما بيكونش عمران ونزاك هي مهارة في غاية الاهمية لكن في غاية الحساسية احنا ملاحظين ان احنا كل شوية المهارات عندنا بتبقى فيها دقة وفيها حساسية بس في نفس الوقت هي مهارات لما بنفتقدها البيوت ما بتبقاش مستقرة ومش متزنة الناس اللي بتجاوز عشان الاستقرار مش الاول خالص لازم تفهموا يعني ايه استقرار الناس اللي بتجاوز كمان عشان يكونوا كمان عايزين هدوء مش لازم تعرفوا المهارات اللي بتسبب لنا الهدوء ايه النهاردة انتكلمكم عن مهارة اذا تعملت بدقة تخلي البيت مستقر واذا المهارة اتعملت بدقة وكانت مهارة حقيقية توصل البيت الى ايه؟ توصل البيت كمان الى الاتزان المهارة دي هي مهارة ايه؟ مهارة انا بطلق عليها مهارة الصراحة الزوجية ويجي سؤال بقى يعني ايه الصراحة ما بين الازواج؟ هل معناها الصدق؟ ولا معناها اني ما خبيش اي شيء على شريك حياتي؟ واني من حقه يعرف كل حاجة عني؟ ولا الصراحة بمعنى عدم اللف والدوران يعني الاستلاحة اللي بيقولوا الناس ما نحورش على بعض ولا الصراحة بمعناها ان الواحد يبقى في الحقيقة ما بيحاولش يتعامل مع شريك حياته على ان هو يجب ان انا اكون غامض عشان يكون هو دايما بيتعامل معايا لا بلاش الغموض لا الصراحة مش معناه بلاش غموض لو الصراحة ان الشخص وهو بيتكلم يكون مريء مريح ويبتعد عن الكتب والتجريح ويكون حريص دايما انه يعطي المعلومات اللي توصل شريك الحياة الى الامان وان هي تأمنه فدي الصراحة المطلوبة يعني تعالوا نقف كده يبقى ايه هي الصراحة الزوجية؟ الصراحة الزوجية ان شريك الحياة يحس وانت بتتعامل معاه ان هو في امان ان هو ما هندوش تهديد ان هو في الحقيقة مش مضطر ان هو يبزي المجهود بوليسي عشان يوصل لحاجة مهمة ان هي تكون معروفة في حياتكم هي تيس صراحة الزوجية لكن لو الصراحة معناها اه يبقى كده انت دلوقتي بتدخلنا على ملف الاتزان لان كده احنا عرفنا معنى الصراحة وهو واضح عندنا دلوقتي ان الصراحة راحة ليه راحة؟ لان الصراحة بتجي عني لست محتاجا الى مجهود اضافي وخاصة ما اسميه انا المجهود البوليسي لكي اكون في حالة راحة بس ده مع الشخص العادي الشخص الطبيعي لان فيش اشخاص احنا بنحذر من الزواج منهم اصلا وهو الشخص الشكاك المستبدي ده بنحذر منه اصلا من الجواز منه طيب هي بقى الصراحة كده فهمنا معناها الصراحة كده اه بتوصل الانسان للراحة نعم الصراحة لا فيه غموض وفيه وضوح وفيه استقامة وفيه طيب لكن هل الصراحة معناها ان انا بقى انسان عاري امام شرك حياتي يعني ابقى دايما مع شرك حياتي ابقى انسان كاني متعري قدامه لا ده مش صحيح دي من الصراحة ده فشريك حياتي انا اسف في التعبير ده ولازم نفهم كده شريك حياتي لا يقوم بدور الاله معاي شريك حياتي مش ربنا عشان يعرف عني ما غاب عنه من اسرار لا شريك حياتي مش واجب ان هو يعرف ده يعني انا اذا كنت عملت زم في حياتي الماضية لا شريك حياتي مش واجب عليه مش لازم يعرف ده فمش من حق اي حد انه يعرف عن الانسان كل حاجة حتى اخطأه اللي في الماضي ربنا سترك فلا تفضح نفسك اه الكلام ده مهم على فكرة انا بتكلم هنا الكلام ده مهم والكلام ده مش بس للشخص اللي هو الصريح كمان لشريك الحياة من حسن اسلام المرأة تركه ما لا يعنيه ما تسألش عن حاجة لا تعنيك ما تسألش فلان عنده زم ولا ما عنده زم والكلام ده للرجل والمرأة وفي الحديث كفى بالمرأة اسما ان يحدث بكل ما سمع فالانسان مش مطالب بانه دايما يكون شخص عاري يعني فهي واحد بقى انا عشان بس نأكد الفكرة فيجي واحد يقول ما احنا بنتعرى جسديا اه يا سيدي ولكن الباطن الباطن ده الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر واخفه هو سبحانه وتعالى اللي من حقه يطلع على اسرار الناس فيه اشياء مفيش فيها فرق ما بالرجل الست منها الصدق فمش من حق حد يسألني عن ذنوبي مش من حق حد ايه ده حتى زوجي حتى زوجي حتى زوجتي حتى زوجتي لان لو قلتها ابقى عملت مخالفة شرعية والاسوأ من كده ان فيه حد فاهم ان الصراحة اسمها الافتضاح ان عشان اكون مع شريك حياتي صريح افضل اتبجح وافضح نفسي فدفخ ساعد يعملوا الرجالة فيقول لي الست هو كان فيه في العيلة حد متكلم عليك مثلا فتقول له اه كان فلان وفلان وكان بيننا حب وبعد كده حصل بعض التجاوزات لكن ما وصلش للغلط الحمد لله ولا حاجة وهو سمع وساكت فبعد ما سمع وساكت راح ايه راح في محل لقى البيع بيكلمها فالكلام جاب بعضه فقال لها انت طالق ايه اللي حصل طب ليه كده من الكلام اللي قالته له تحت عنوان الصراحة خلاه يبص لها ويشكي فيها ويحس ان هي شخصة غير مناسب وهي برضه ممكن تعمله فخة تقول له انت بقى يا سيدي كنت خطب مين وتسيبه يحكي فهو دلوقتي بيقول لها اقولك على حاجة بس انا طبعا احنا لازم نبقى صراحاء مع بعض فانا اقولك كل حاجة بصراحة فيفضل يحكي لها يحكي لها يحكي لها فإن اللي حصل فيحكي لها عن بعض الاخطاء اللي وقعت بينه وبين خطبته السابقة فهي تقول خلاص ده خاين ده بيلعب البنات وتتفشك الخطوب او حتى في بعض الاحيان تطلب منه الطلاق على قهوة سبب واذاك لازم نفرق هنا ما بين الكتب والتخبئ الكتب كبير على فكرة لكن التخبئ غير الكتب فالكتب تعريفه شرعا هو الاخبار على خلاف الواقع إنه لما حد يسألك إيه اللي حصل تقول له حاجة ما حصلتش لكن واحد سألناه كنت فين فقالت لها إنه في مكان غير المكان اللي كانت فيه دي كد لكن لو ما بدرش وأخبر بدا ده مش كد ما تقولش إن ده كد لإن ده مش كد فيه أشياء لابد إن احنا نرعيها لازم نرعي نمط الزوج ونرعي الموقف ونرعي تأثير الكلام عن النفسية تشرك الحياة ولذلك لو الزوجة عارفة إن فيه شيء بيضايق زوجها فمن حسن العشرة إنه ما تقولش الشيء ده وعشان كده فيه مجال تاني من مجالات الصراحة وهي المصارحة المادية فيه ناس بتشوف إن من حقها تكون عارفة عن شركها كل شيء يخص مرتبه أو مراسه أو رصيده في البنك أو دخله بشكل عام لكن ده مش ضروري لو كان الزوج بيأدي كل الاحتياجات اللي عندهم وهم واضحين مع بعض فيه الكلام عن مستقبلهم المالي فمش غلط إنه يبقى فيه جزء خاص لإنه ده من الأمور الخاصة في حقه محدش محدش يطلع عليها لإنه في بعض الأحيين بعض الجالة بيبقوا عندهم جزء كده بيشلو عشان لو حصل أزمات في البيت فيحتفظ بهذه المسألة وتكون في خصوصيته وفي نفس الوقت في المقابل هي المرأة كذلك لها زميتها المالية المستقلة اللي مش لازم تقول كل حاجة عنها ومش من حق الزوج اللي هو متكفل بالنفقة عليها إنها تفصح عن دخلها ولا تفصح كمان على اللي ورسته وعشان كده الدراسات بتقول إن في أسرار عند الستات وأسرار عند الرجال فمن أهم الأسرار عند الستات ويمكن ترتيبها بيكون التالت أو الرابع هو خلافات الأهل وننفق على أهله فعشان كده دي حاجات مش لازم الزوج يعرف عنها إزاي بقى طبعا رجالها إزاي ما تعرفش عنها يا سيدي إيه اللي حصل لا تسألوا عن أشياء انتوا بتلكم تسوقكم ومن أسرار الرجال كمان انفق على أهله برضو لو الزوجة حاجة لزوجة عن الخلافات بين أهلها ممكن يجي هو بعد كده يقول لها أنت بتقلدي مامتك أو أنت عاوزاني أبقى زي باباكي والكلام يبقى في البيت لمامتك زي البيت كله يمشي برأيك أنت زي ما كان بيمشي برأيكي مامتك فلازم نفهم أن الصراحة مش مفهوم واقف لوحده كده لأنه ببعض الأحيين بيتحول إلى حب التملك الصراحة بيكون معها جملة من المفاهيم بيضحيط بيها من أولها مفهوم مثلا الخصوصية فالصراحة ما ينفعش تنتهك الخصوصية لابد أن احنا دايما نتعلم شيء قبل الصراحة أن الشريك حياتي ده حبيبي مش عدوي مش شخص مخيف بالنسبة لي وتعالوا هنا نقول شوية مهارة الصراحة أو المصارحة الزوجية بتبقى إيه أول حاجة أول عنصر يتبني عليه المهارة دي بتتكون من خمس سلوكيات السلوك الأولاني السلوك الأولاني اللي بينشأ عليه المصارحة الزوجية أول حاجة التأكيد على المحبة يعني عشان يبقى فيه مصارحة زوجية دايما نؤكد على المحبة بأول حاجة بنأكد على المحبة بنأكد على المحبة ازاي أنا لا يمكن يكون عندي حد أحب علي من إن أنا أحكي له زيك فهو يرتاح لإني على فكرة عارف مشكلة المصارحة بيستخدمها بعض الناس إن هي للدلالة إن ما توصل للإفتضاح هو عايز يعرف الأسرار عشان يتأكد إن هو بيحب يتأكد من حبها وهي تتأكد من حب فنأكد دايما على حبنا البعض وده معناه إن كشف الأسرار والإفتضاح لا يعني زيادة رصيد المحبة في قلب الحبيب ده شيء قرأ ده 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 ألف به طب واللي بيصارح عشان يزداد لا ده هو كل ما بيكشف عنه بيكشف عن بعض الأشياء احتمال كبير إن تتحول الأشياء دي لخصم مش إضافة يبقى أول حاجة التأكيد عن المحبة الحاجة التانية إن دايما نكون قريبين مع بعض في الأفكار وبإنه شيء مشترك بنعمله مع بعض لإنه الافتضاح بيبقى هي الأداء اللي بيحاول الشخص يقترب من بطن صاحبه ويشريك حياته طب هو لو إنه دايما بيكلمه فرزاك رسول الله يقول للسيدة عائشة إنه لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني ساخطة فلما الشخص يعبر على إنه متفهم وفاهم مش بيحتاج لده يبقى أول حاجة التعبير عن الحب تاني شيء دايما يكون فيه أعمال مشتركة الحاجة التالتة اللي بيدعم ده الحوار الدائم لازم كل يوم يكون بيننا كلام لأن كل ما يكون بيننا كلام كل ما إيه اللي حصل ما احتياجنا للأسرار ما بنقاش محتاجين لأسرار ما احنا بنبقى فاهمين باع الحاجة الرابعة المهارة أو السلوك الرابع الإجابة على على الأسئلة في أوقات عدم الفهم بشكل مباشر أنت كنت فين أنا كنت في المكان في فلاندي آخر سلوك هو إنه دايما بساطة خالص خالص إنه احنا نطمئن ونطمئن شريك الحياة على أننا دايما مع أي تغيير في حياتنا إحنا مع بعض الخمس سلوكيات دول بيخلونا دايما في راحة وساعتها الصراحة بتتحول إلى الراحة وعشان كده مجلات الصراحة اللي بيننا بتبقى سواء في المشاعر فناخد بالنا وإحنا بنتكلم عن مشاعرنا عشان كلامنا ما يجرحش شريك الحياة نطبق بقى الخمس خطوات اللي إحنا فيها فممكن الزوج يكون بيزعى من حاجة فما ينفعش إن احنا أقوله إننا ما بقيتش أحبك لا أنا لازم أقوله دايما إن أنا بحبك فحتى الحب اللي بيزيد وينقص إيه اللي بيحصل بيزيد بالخمس حاجات اللي إحنا قلنا عليهم دول طب إيه الإجراءات اللي إحنا نعملها عشان دائما نزود إحساسنا بإننا إحنا قريبين من بعض هي إيه الهدف من المصارحة الزواجية الهدف من المصارحة الزواجية هو الأرب الأرب من بعض فخلينا طول الوقت نقول ببساطة خالص المصارحة الزواجية بتبدأ عندما نتكلم كل أسبوع عن ما كان بيننا من إحساسات غير مناسبة يعني إيه اللي حاصل أصرح شيء حياتي إيه اللي أنا زعلت منه بس أنا بقول ما جيش أقوله أنا زعلت منك إن أنت عملت كذا لكني أقول إيه أنا كنت محتاجة لما أنا كنت تعبانة إن حد يسأل علي بس فيقول له أنا آسف دي مصارحة يبقى في كل أسبوع نقول الكلام ده بس بهذه الطريقة بطريقة إيه أنا كنت محتاجة مش أنت معملتش كذا يبقى دي أول خطوة الخطوة الثانية اللي إحنا محتاجين إن إحنا نعملها بشكل واضح إن بلاش الطريقة اللي غير مناسبة إن إحنا نعتبر المصارحة بس في المساوة لازم أصرح بحبي يعني لازم أعبر عن حبي كل يوم مرة قلت للناس إنه لازم أن أعبر عن حبي رقم معين ما أخلصتش لا لازم كل يوم نعبر عن حبنا بشكل واضح تالت حاجة إن إحنا نتكلم مع شريك حياتي عن المجالات اللي ممكن نشوف فيها خصوصية ونأكد على إن هي ما تنفعش إن إحنا نتعدها ونجد كل واحد فينا نلتزم الخصوصية فيما يتعلق بهذه المجالات يبقى إيزا كل الإجراءات دي لابد إن إحنا نلتزمها وفيه إجراءات تانية كمان ممكن نضفها كمان إلى هذا الأمر يبقى إحنا قلنا من الأول خالص يبقى كل أسبوع بنعبر عن إيه الحاجات اللي كانت مش مناسبة وكأنه تنفيس ولكن بنعملها إزاي يبقى بنقول ده بنعبر عن مشاعرنا ما بنلومش ولا بننتقد شريك الحياة الحاجة التانية كمان نعبر عن مشاعرنا الإيجابية ونعبر عن حبنا طول الوقت تالت حاجة نحاول نقوم بدور مستشار مع شريك حياتنا إذا طلب مننا النصيح وما نحاولش نستدرجه عشان نعرف أسرار لكن نعمل الكلام ده إذا إحنا عملنا الإجراءات دي بشكل واضح إحنا عنا نعيش المصارحة وعنا نعيش مع بعض بشكل في أبواب مفتوحة عشان ندخل منها النور بدل من الأبواب تكون مغلقة وتنفضل في الظلمة المصارحة الصراحة راحة بس لما تكون بالتزان تكون بعقل وتكون ببصيرة وتكون بهدوء هو ده اللي هيخلي الصراحة راحة مش الصراحة راحة لما تكون الصراحة افتضاح الصراحة لو افتضاح بتكون جرحة وتكون مؤزية ولذلك لازم الصراحة تكون في التزان يا سادة احنا عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم مباركة وتفضل صفحتنا على الفيسبوك صفحة للتواصل وللبركة ولبقاء مجالس العلم منورة بأسئلة حضراتكم المباركة وناخد أول سؤال معنا معنا الأستاذة أمت الله من الجيزة الله سمحتكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت حضرتك يا شيخ فضله نعم الحمد لله لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل حضرتك في حاجة تصبطني أنت بتقول على المصلحة الزوجية أيها أنا أنا والزوجي يعني أحتمر عدم الاهتمام بيا خالص أنت ومين عدم الاهتمام بيا عمتا يعني زوجك مش مهتم بيك خالص لا لا يعني عملت كذا مشكلة بسبب الموضوع ده وحيالي أنت غلطه وهو برضو اللي في دماغه في دماغه لو أتقاله على حاجة أنت متجوزين بقاء لكم كم سنة نعم متجوزين بقاء لكم كم سنة بقاء أنا عشرين سنة طيب وأنتم كنتم متجوزين زي نقوله عن حب ولا جواز تعارف لا هو يعني كان الأول يعني يحتبر دواج أهالي وكده وبعد كده يعني أنا من النسبة لي بأشيك حياتي خلاص كنت لازم أن أحبه وكده بس بس هو من يومي هو من يومي الله أعلم بقى اللي كان في دماغه حسن آه يعني أنا أحبت منه ولد وبي عندكم ولد وبي وبعدين أي و تمال مختلف معايا ولا عمره وشاركني في أي حاجة تخصني ولا تخص أولاده مثلا أعمل كذا يقول لي أنا مريش دعو أعمالي اللي تعملي طيب ولادك محتاجين كذا أنت مال مالي ومالي من العيال أنا هتشغلي ولا هتبه للعيال أنا مش عارف كل السكة كان بيقفلها كون شي طيب سؤالك فين يا أستاذ يا أستاذ أمات الله فين سؤالك سؤالي أن أنا الوقت ربنا أراد أن حكم علي يعني حكم عليك بإيه أنا مريضي سرطان طيب يا فندي مريضي ربنا يجمع لك بإن تمام الأجر والعفاية ستي والله الله الله يخلي طيب طبعا هو يعني شبه اعتبر بعد كمان مرضي ده اعتبر شبه أنه طريق نخال دربة أنه ممكن يقعد بالاسبوعين ثلاثة والشهر ما يقوليش انت مالك حتى طيب واخد كما هو روح وآدم ما فيش مرة حتى اتصل علي وأنا في المستشفى وكده يقول لي انت عملت ايه ولا ولا وصلت فين ولا اي حاجة درجة ان احنا عايشين في مكان واحد بس احنا عايشين في بيت العيلة درجة يا شيخ والله والله انا اخر ما بزقت انا سيفت البيت بسبب عدم استمامه انا كانت نفسيتي بتتضمها كل يوم عن الثاني الفريق السن بينكم كم يا امت الله نعم فريق السن كم سنة لا احنا نظر بعض طيب انا اكلم حضرتك اقول لحضرتك ايه سبب في الغالب ده الازواج اللي هم بيتجوزوا الزواج اللي هو الزواج التعارف بيبقوا محتاجين لما يتجوزوا في الغالب شحنات عطفية اعلى لان متجوزين عن حب بيبقوا عندهم حاجة زي قصور الذاتي كده هم محتاجين ان هم يفضلوا على نفس مشاعره لكن اللي بيتجوزوا جواز تعارف دايما بننصحهم ان هم يحاولوا بقدر الامكان ان هم بسرعة يقربوا من بعض يعني ايه بسرعة يقربوا من بعض يكونوا موجودين مع بعض في نفس المكان ليه طيب لان في بعض الاحيين بيحصل بسبب الكلام الكتير اللي بيقولوا الناس عن الجواز بيحصل ما يسمى باحساس الفراغ الزواجي احساس الفراغ الزواجي اللي هو ايه انه يحس بعد ما يتجوز انه ما فيش حاجة في حياته تمالت ليه هو كان مستنع عاطفيا انه هو يمتلق عاطفيا فما يمتلقش طيب ايه طيب ايه سببه سببه ان الطرفين الزوج والزوجة بيبقوا منتظرين ان حد فيهم يبادر بإعلان المحبة والعواطف انا اظن اللي حصل بينكم كده مع حاجة تانية يا امات الله انا طبعا يعني يعني انا بادعو بادعو السادة مشاهدين وانا ادعو لك ان ربنا يجمع عليك بين تمام الاجر والعافية بس هو واضح ان زوج حضرتك هو شخص قريب منك في السن فانت كنت بتقوم بدوره الام فهناك قدر من اللوم والشكوى اللي حضرتك بتعبري عنها والدليل على ذلك ان انت جبت له حد يعرفه غلطه وهو شخصيته لا تتناسب معها ده فاحنا محتاجين نروح لخبير يعني اتفضلوا بعد اذن حضراتكم تعالوا للمركز الرشاد الزواجي ليه لان انت بسرعة محتاجين لخبير ليه لان واضح ان انت الاتنين مارستوا مع بعض النقد واللوم بقدر كبير جدا جدا وادخلتوا ناس زودت من جرعات اللوم عليكم بما فيها التغليط وما فيها التغليز عليه بما جعل صدره يغر بما يغر صدره وخلى وخلى الفجوة تزيد وعشان كده احنا محتاجين حد يشيل الفتيل اللي بينكم وبعد كده ايه اللي حاصل يجيب الشخص ده ويجيب الشخص ده اللي هم بقوا فيه شقاق كل واحد بقى في شق ويحاول يعمل جسر بينهم وان شاء الله ده ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إليه فلو بتسألين ينعملوا ايه تعالونا ان شاء الله يكون كل خير وبالتوفيق وبالسداد ان شاء الله وان شاء الله انا والسلام مشاهدين ندعو لحضرتك ان ربنا يجمع عليك من بين تمام الاجر والعافية ونكمل اسئلة لكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي مازالت بتفتح لنا مجالس العلم ومعانا الأستاذة فاطمة أستاذة فاطمة ألو ألو يا فندم تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي حضرتك عندي مشكلة وعاوز حضرتك بس ايه يعني تصبر علي وانا بحكيها الله يبارك لك تفضلي انا من كم سنة رحت عملت عملية عن دكتور ربنا يديكي الصحة يا رب ربنا يعزك ربنا يعزك المهم الدكتور قال ايه قال ان فيه حاجة ضغطة على العصب طيب ايه كاني بقى الحاجة دي كيس دهني كيس دمو اي حاجة طيب احنا عنستقصلها في العملية طيب وحدد مبلغ العملية واخده كامل قبل اجراء العملية طيب وهو اللي حدد المستاشف طيب رحنا المستاشفة دي وانا تحت العملية طلب اخويا كان معايا في المستاشف وقال له ان انا لقيت ورم هو اللي هنشيل يعني اللي هتشال ده ورم طيب فانا هاخد فلوس زيادة طيب طبعا من خوفه وكده قال له طيب طيب ومعد ما خلصت العملية طبعا ايه يعني هو المبلغ اللي تحدد هو اللي خده خده بالكامل وقال ان فيه جزء هيتم استقصاله هو اللي لغت على العصب طيب فانا دلوقتي الفلوس دي يعني دي دي حلال ياخدها معايا وبعدين وبعدين يا دكتور يا فضيلة الشيخ حتى وإحنا موجودين في المستاشفة وإحنا خرجين لقينا ناس عندهم نفس المشكلة برضو اتخذت فلوس عملية وبعدين بتطلبوا منهم فلوس زيادة طيب أنا طيب انت بتسألي دلوقتي على ان انت اتفقتوا على اجر معين واخدوا كامل واخدوا كامل حاضر اجر معين لاجراء العملية واخدوا كامل قبل العملية وبعدين اثناء العملية طلب فلوس تانية لان هو بيقول ان العملية كانت اكبر من العملية اللي كان متوقعة طيب انت بتسألي علّه ان يأخذ هذا المال مدام حصل طراضي بينكم حصل الطراضي ما بين اخو حضرتكم وما بينه خلاص يجوز ان هو داخل ده لكن انت بتسألي هل هو كان صادقا في ده انا مقدرش اقول لو كان صادق ولمصادق لكن اللي حصل انه اخد الفلوس منكم بالطراضي اه اخد الفلوس منكم بالطراضي طب اذا اخد الفلوس منكم بالطراضي هل ده يكون حراما عليه ابدا هو اتفق معكم وبعدين قال لكم والله انا شايف ان العملية دلوقتي مقدرة اكتر من كده انت كنت سعيدة ممكن تقولوله لا او ممكن سعيدة تقولوله اه فانت قلتوله اه فحصل التراضي بينكم فانت بتقوليه لي دلوقتي واخد فلوس اكتر مما اتفقنا عليه لا هو اخد فلوس بعد ان تراضيتهم فلذلك الفلوس اللي اخدها ده حلال اه حلال هتقوليه طب مش تستنى شوية تروح تتأكد من اللي يعمل كده في الفتوى ده غلطان لان انت بتسأليني انت مش متنازعة ما فيش نزاع بينكم منتو الاثنين عشان اسمعه انت بتسأليني الشخص اللي عمل كده هل يكون اثما لا هو دلوقتي قال لحضرتك والله انا لما عملت كذا 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 وجدت ان فيه زيادة خلاص فيه تراضي بينكم خلاص يبقى المال اللي اخدوا ده ده مال حلال وليس مال الحرام معانا الاستاذة فوزية من المنفية استاذة فوزية السلام عليكم عليكم السلام عليكم انت كانت تفضلي حضرتك ازاو حضرتك كيف نعم وفضلي الحمد لله ممكن بس اعطي لك على مشكلة بس معالك اطول سواء بما يتناسب مع الهوة تفضلي ما يشي لما صل عنها أنا فيه متكابل وبندوزي طيب هل استاذة فوزية ممكن تتكلمي بتواصل انا اسمعك خالص بس على طول اقول لي السؤال على طول يعني ما توقفيش تفضلي نعم احنا بقالنا ثمان سنين متجاوزين طيب حشي وفيه هو بيشرب مم وطول الوقت بيشتني وبيضربني وبيبهدلني مم واهلك ويشين معايا بس اه بيشرب خمرة ولا بيشرب مخدرات ايو اه خمرة ولا مخدرات لا حشيش هو كله يعني طيب تفضلي مخدر الحشيش نعم بس هو طول الوقت السيمة وخناء وضربه بادلة فيه يوم مم وبيعملني يعني ساعتي عامل بطرقة كويسة وساعتي عاملني بطرقة وحشة طيب وطول الوقت اسوأ بحس ان هي دماغه مش مزبوطة دايما ماشي في الغلط على طول طيب دايما لما بزعله وقصة قصدك ماشي في الغلط ماشي في الشرب يعني ماشي بالشرب وماشي بقى في الشيخيمة وفي الخناء مع الناس كويس ماشي ماشي وسمعه دايما بتفكر بطريقة غلط يشبه الصحة ويمتي في الغلط طيب ماشي ماشي يا سيخوة اهل اللي قد يقولوله دي 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 ناس وما تعملش فانة تدوية كويسة معايا كويسة معايا لما يتحصل انت تتمر بيتخاني مع الناس بيتخاني مع الناس في الشوارع وكده والحاجات اللي زي دي او لا بيتخاني مع الناس في الشارع ويعني واخر اه اخر مصائب يعني طيب فين سؤال بحضرتك يا استاذة فوزيني السؤال حدرتك بالوقت يا شايف تمثيه هو علاقة دوني دون مرتفع قبلك ماشيه وانا عارف عرفت من ايه انا عرفت من على تليفوني طيب وبعدين ولما عرفت أنا رفت واجهته وبعدين وق rankings bathing يحصل كده تاني بتاعة وانا طبعا في ابتك ظعلانا وقتها وقلت الحماوات والحرايا انتو سكينين في بيت عائلة سكينين في بيت عائلة ولا مش في بيت عائلة لا احنا في بيت عائلة هما عاروين في الشاقة تحت وانا عادة في الشاقة ِ فوق لازم تسيبوا البيت ده المهم المهم وبعدين كملي المهم أننا دلوقتي أنا لما عرفت أهل وعرفت أهل يلا يعني كملتها فضيحة بقى كملتها فضيحة يعني ما كملتها فضيحة أنا عرفتهم علشان خطر أنهم يقولونه عيب أو يقولونه أنت تتعامله ده مش أنت بتقولي أن ده حصل زمان ولا حصل دلوقتي لا زمان وحصل فيني دلوقتي طيب وبعدين يعني أنا وقتها لما أنا وديهته قال لي خلاص أنا مش أعمل كده تاني طيب وبعدين وأنا قلت بلس عرفت أخويا وعرفت فيني علشان ما يمسكوش في بعض واختر حد فيهم وبعدين وقفت على أخويا وقتها أنا الأيام دي بقى عرفت أنه دخل بك أخويا أخويا رح يصلي الفجر إذا دخل بك أخويا ويتهجم على المراضي يتهجم عليها ولا هو وديهت لحباب الشقة هي حيث تحصل بفتح الباب أم تقعد في بعض دعا وتقول مين مين أم هو خف وجري السؤال بقى السؤالك يا أستاذة فوزي إحنا كده إحنا كده اتكلمنا كتير إيه فين سؤالك السؤال دلوقتي إن أنا ستتلبيت ومشيش وإنش عارب تعمل إيه طيب أنا أجاوب حضرتك يا أستاذة فوزي بصوا جماعة الحالة دي الحالة إن يبقى فيه بيت أول حاجة السيد زوج حضرتك ده عنده جملة من الصفات لازم يبقى فيها وقفة يعني اللازم يبقى فيها وقفة يعني إيه الصفات اللي موجودة عنده دي دي صفات لا تصلح لرجل مسؤول عن بيت إنت حضرتك بتقولي إنه هو في بعض الأحيان بيمارس البلطجة بيتخانق ويتشاجر مع الناس في الشوارع وإن المخدرات بتخليه كأنه مش فاهم وكأنه مش راكز المخدرات دي ممكن توصله إلى حد الإدماء إذا ما كانش هو أصلا مدمن فإحنا مع الأشخاص المدمنين لو إحنا مش قادرين نتحمل ده إحنا بنقف وقفة معهم إما العلاج حتى لو عناوصل إن إحنا نروح مسحة أو مش هنكمل فالمسألة كلها إحنا محتاجين وقفة وقفة جدة من أهل حضرتك ومنك إن إحنا مش هنسمح بده إنه هو يستمر يبقى أول حاجة الإعلان بعدم الاستمرار الأمر الثاني تغيير السكن يعني رقم واحد أنا مش هقدر أستمر ثاني حاجة عن غير السكن ثالث حاجة لازم نمتنع عن كل أشكال المبيقات طب وإذا ما حصلش لإنه المسألة مش مسألة مرات أخوكي لكن المسألة مسألة إنه هو هيعمل كده كتير لإنه هو بيكون تحت تأثيره مخدر المخدر خلاص بوص شخصيته وده واتحصل له نوع من أنواع خلاص سيطرت المخدر عليه فلذلك أنت لازم عندك وقفة حاسمة وما تسبيش الأشياء تستمر على كده وده كلام واضح ثاني حاجة نسيب البيت ده ثالث حاجة لازم ناخد تعاهد عليه والتعاهد ده يبقى في شكل واضح عشان ما يكررش الأعمال دي أستاذ ربيع من بني سوفي يتفضل السلام عليكم أولي أنا الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اتطعك الله باستحه ولعافة إن شاء الله يا رب أنا وأنتم والسادة مشاهدين نتفضل يا سيد أمير بقول حدك أنا كان معايا مبلغ من المال حاولته وضلاته وضيته لصحب الشغل يعني شغله معاه طيب جيبنا بيه بضاعة يعني وفي بضاعة موجودة في المغزن عندها لسه ما تبعيش طيب هل المبلغ ده أطلع عليه زكاة المال زي ما كنت بطلع الأول ولا مش حايف المبلغ ده في شكل بضاعة آه في شكل بضاعة ده احنا جيبنا بضاعة كده حوالتها دولارات كان بس كان الدولار ساعتها ب 15 جنيه بغض النظر مش دلوقتي ما لنش دعوه دلوقتي إن دلوقتي احنا دلوقتي عندنا بضاعة آه بضاعة موجودة احنا عندنا بضاعة والبضاعة دي موجودة عندنا آه موجودة وبضاعة دي احنا منتاجر فيها منتاجر فيها فعلا هنطلع على البضاعة دي إذا مر عليها سنة هنطلع عليها اتنين ونصف في المية لإن دا هتاسمها زكاة عروض التجارة آه خلاص؟ هنطلع على اتنين ونصف في المية خلاص؟ خلاص طب اطلع على البضاعة كاملة ولا ضلع على المادة غالانكو تدفعوا؟ لا 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 على البضاعة البضاعة كاملة اللي عندك دي مش دي بتعدك البضاعة دي بتساوي فلوس آه بضاعة أنا وصح بالشغل يعني ليها نسبة فيها يعني نسبة مش كبيرة ضلع طلع على نسبتك إذا زادت عن 85 جرام دهب ومر عليها أكتر من حول خلاص؟ ناشي ناشي بالتوفيق إن شاء الله شكرا يا سيدة احنا تكلمنا النهاردة عن نوع من أنواع المهارات اللي البيوت كلها محتاجاها بس محتاجين للحكمة فيها محتاجين نحن نكون أهل بصيرة ومحتاجين نكون من أهل دقة ونظر وهي مهارة المصارحة الزوجية مهارة المصارحة الزوجية هي مهارة ما ينفعش للإنسان يتركها ولا ينفع للإنسان كمان يبالغ ويحاول بقدر الإمكان إنه يستغلها للضغط على الشرك الحياة عشان يبتزه عاطفيا ويدغط عليه عشان يعرف أسراره كل ما استخدمنا المصارحة الزوجية بإنه إحنا يكون عندنا تعبير عن مشاعرنا اللي ممكن ما تكونش مناسبة بس نعبر عنا على إنها دي مشاعرنا وكل ما عندنا كان عندنا تعبير دائم عن مشاعرنا الإيجابية زي مشاعر الحب ومشاعر الامتنان ومشاعر الموافقة كل ما وقاحد فينا يتحول إلى مستشار لشرك حياته إنه هو يشير عليه إذا طلب منه الاستشارة والنصيحة ولكن في نفس الوقت يخلي باله إنه هو ما ياخدش ده فرصة إنه يبعث رسائل سلبية ولكن يكون دقيق ويتوقف عند حد تقديم الاستشارة بدون لا نقد ولا لوم ولا شكوى لإنه دا وتعيكون لي أثر بالغ جدا جدا في التقارب من بين الزوجين وساعتها هتبقى الصراحة راحة وأتبقى مدد من رب العالمين يا رب أكرمنا بالحكمة واجعلنا في بيوتنا من الرشدين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا رشدنا واجعلنا دائما من المستبصرين ومن أهل الحكمة يا رب العالمين